أكثر الناس المتفقلة للسوق لتوقعتهم للحكاية دي هتخلص إمتى؟ الناس بتتكلم على 2022، آخرها، آخر 2022 فالناس بتسأل طب هو يعني أمريكا وصين بكل الإمكانيات دول إيه؟ يعني مصنع بعشرين مليون دولار ما يقدرش يعمل مصنع للرقائق ناس ألا مصنع معهم فلوس لكن عشان تبني مصنع للرقائق أنت محتاج وقت سنين طويلة ما هيش العملية بالسهولة زي كده لكن إحنا عندنا خلينا نتكلم على الجزء المحلي اللي يهم الناس إحنا الأزمة العالمية دي هتستمر معانا طول ما إحنا يعني إحنا مطلقيين العالم كله دلوقتي متجه للعربيات الكهرباء والعربيات الزكية والعربيات اللي هي زيتية القيادة كل ده بيزود الضغط على موضوع الرقائق كل ده محتاج رقائق أو أشباب مواصلات طب إيه اللي هيحصل في العالم؟ الفترة اللي جاية دي فترة هتبقى صعبة جداً كل الشركات بتاعت العربيات بتجتهد أنها تبدأ تعمل مصانع لي أنا بكلم على الشركات الكبيرة بتفكر أنها تعمل مصانع ليها لأشباب المواصلات عشان ما تقعش في المشكلة دي بعد كده لكن احنا عندنا هنا في مصر خلينا نتكلم يعني الناس اللي هي بنقول العربيات الدولة عاملة شبكة طرق زكية جداً عاملة عاملة دلوقتي شبكة قطارات المونوريل وبنتكلم على القطر الكهرباء يا جماعة أصبور شوية لحد ما الأزمة تعدي أنا عايز أقول لك يا أستاذ عمري يعني وأنا يعني الناس ما تتسارعش على الشراء كل واحد ما بيجي يشتري كل أي حد ما بيجي يشتري وده بيشتري وده بيشتري زي ما بيقوله أستاذ عمري أنت بتوصل لمرحلة تكالب فبتخلي الناس طبعاً نفس البشرية الكلام بتاع حدارك مهم جداً يا أستاذ خالد أنا لو أنا مثلا من الزمل اللي موجودين دلوقتي في البتاع ده هقول أنه يا جماعة أكتب كده على الاسترابة أيوة بالضبط أنه يعني المفترض أنه إحنا لا نتكالب على شراء السيارات صحة هشم